لا إله إلا الله استعنا على الصعلك بالله تجيتوا أنا أعرفكم ما يتيجوا إلا في المصائف عموما أحب أبشركم إن إحنا خلاص بطلنا دراسة من اليوم ورايح بطلنا بلا تعليم بلا مناهج بلا دروس تقوية ومراجع علمية وصحى الصباح بدري وروح المدرسة وبعدا تكبر وتروح الجامعة وتسهر طول الليل عشان تذاكر وتطلع في النهاية الأول على الجامعة عليش التعب هذا كله تدرس 17-18 سنة وفي النهاية يجيك واحد لا درس لا قريلة تعلم من وراء الناقة لا يعرفش واحد زائد واحد يساوي كام يندعك طلقة ويخلص على حياتك وأحلامك كلها فليش عالد وجع القلب إحنا نأخذها من قاصرها من اليوم ورايح خلاص بطلنا دراسة وإن شاء الله بلا ستيشن أفلام سمرات تخازين يعني على الأقل لو موت تموت وانسالي يعني على الأقل أهلك ما يزعلوش عليك يقولوا كان حمار فاشل ما منهم مفايدة فعالأقل يعني تعيش مرتاح ويوم تموت يعني ما حد يزعل عليك وتوفر على أهلك الهم والهرم أبوه الاقتصاد أبوه مستقبل اليمن أبوه كل شيء أمشي إنك تموت وانسالي خاطركم طبعا نسيت أقول لكم حاجة قبل عدة فترات أنا سويت كثير حلقات ضد حمل السلاح وطلبت بمنع المدنيين من حمل السلاح أنا آسف أنا أسحب كلامي من اليوم ورايح كل واحد يخرج سلاحه معاه طول ما أنت في مقر العمل تخليه جنبك أول ما تخرج الشارع تعمل وتمشي كده في الشارع لأن أنت بتعرفش الأيام هذه تيجي عند واحد تقول له صباح الخير متأخر شوية يخلص عليك من غير سبب يعني أنت تفاكر نفسك حاجة يا بابا أنت مواطن يمني يعني أرخص حاجة في البلد هذه أنت ما لكش قيمة على فكرة أنا واحد من أصحابنا قبل أسبوعين ثلاثة صدم شجرة أقسم بالله العظيم صدم شجرة أخذو حق عام واحتبس وحجزوا السيارة وغرموه سبعة ألف على كل سنة من يوم ما تزرعت الشجرة والشجرة مزروعة من أيام الحمدي الرجال طلع عليه ثنين ثلاثة مليون ريال ثنين ثلاثة مليون ريال طلع على الرجال وبالنهاية بعد الوساطات والدخلها والخرجة رسب بمئة وعشرين ألف ريال حق عام هذا عشان صدم شجرة وإنت تضرب رصاصة وتقعد في الأرض تنزف عشر دقائق على بعد عشر أمتار من غرفة رجال الأمن عادي فمن هنا ورايح تخرج سلاحك معك طبعا إحنا لو جبنا سلاح حقيقي بالشاشة هيحضروا الفيديو فأجيب سلاحك معك وسدسك عرضك اثنين جنابل هنا احطياغ تتعصبوا عليك مجموعة لا لسه صاروخ الأكتاف مش الآن صواريخ الأكتاف في المرحلة الجاية يعني تخير تقوم الحرب فجأة يعني تكون انت فجأة قاعد كده طالب سندو تشين بتفطر كده مع نفسك أو بتتعشى آخر الليل مناوب فجأة يجيك بلا مستعجل ما تعرفش من فنجك تلاقيه يخلص عليك فمن هنا ورايح كل واحد يخلص سلاحه معاه اللهم اني بلغت اللهم بشت خاطركم تعال احكي لك بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي اصدقاء المتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية طيبة اما بعد انا غاضب والله العظيم غاضب لان الجرائم التي تحدث بين المدنيين مدني يقتل مدني جرائم تحرق القلب ولكن لما تأتي الجريمة من رجل امن يفترض انه هو مسؤول على حمايتك وادى القسم ان يضحي بروحه هو لانقاذ ارواح المدنيين هذا شيء يفطر القلب ويخلعه من مكانه في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة حصلت في مدينة دمار ونحن يعني ليست موجهة لكل رجال الام لان احنا عارفين الدور العظيم اللي بيادوا رجال الام في حماية المدنيين وانا باذني سمعتهم والله اثناء القصف وانا في شارع الزبيري قبل عدة سنوات وهم يصيحوا لما بدأ القصف فجأة احموا المدنيين احموا المدنيين وكانوا يغطوا على المدنيين ويخرجوا من الشوارع ولكن هلأتكلم في هذه الحلقة عن القتلة اللي في ازياء رجال الام هو رجل الام لكنه في الاساس من داخله قاتل ويلبس لبس رجل الام ليش تأخرنا عن الحلقة هذي الجريمة قبل اكثر من اسبوع لانه احنا مش رجال الاليين في ناس بيلوموني ليش يا عم ايمان ما تكلم انا مش رجل الالي احداث البلد اكثر مني انا ما بطلعش اقرأ اخبار احنا بنطلع نقدم حلقات كبيرة كمفكرين وبنحلل الاشياء اللي تحصل فيها فلما نتأخر في حاجة اعرفوا ان احنا معنا ظروفنا الطبيب الطالب جمعان السامعي طالب في سنة الامتياز طب بشري في جامعة دمار كان بقيله اسبوعين ثلاثة ويتخرج اتناعشر سنة دراسة من اول ابتداء الثالث ثنوي وبعدين سبع سنوات دراسة الطب بقيله اسبوعين ثلاثة ويخرج ويتهنى ويحقق حلم عمره وابوه مقترر في السعودية وكان مقرر انه اول ما يبنيه يتخرج ويتوظف هو هيرجح هنا تعب طول يا ابوه طول لا قعد والله ان لك مطول في السعودية خليك هناك اخر يوم استشهد فيه الطبيب الطالب الخلوق الودود كما وصفه الجميع كان مناوب في مستشفى الوحدة التعليمي التابع لجامعة دمار بعد منتصف الليل خرج عشان ياخد له حاجة يأكلها يسد بها جوعها مسكين يعني مات جوعان كمان من بوفية المستشفى كلنا شفنا فيديو الجريمة ولن اعرض هنا راح للبوفية طلب له عشاء كان فيه واحد اخر يدعى عبدالله المتوكل ما احترامنا البيت المتوكل طبعا والبيت السامعي الاسرتين كبيرات واحد هناك اسمه عبدالله المتوكل بيقوله فرد امن في المستشفى هو واضح انه فرد امن في المستشفى لا قيادي ولا الكلام الفاضي هذا قاعد هناك جنب البوفية على الكرسي والطاولة شاف الطاولة يعني الاخ جمعان وهو واخذ عشاء قال له تعال جنبي طيب قاعد جنبه استمر بينهم حديث احنا مش عارفين الكاميرا بدون صوت وبعيد اصلا استمر بينهم حديث لمدة ثلاث دقائق لا احد يعلم ما الذي دار بينهما ثلاث دقائق كلام بهدوء فجأة شفنا في الفيديو انه القاتل قام يجري وجمعان الطالب كان بيجري وراه عشان يمسك منه الآلي كان واضح انه عارف انه ناوي يقتله فجري وراه عشان يمسك الآلي كان هذاك اسرع منه وضرب وطلقه في صدره ما قتلش انسان لا هو قتل اسرة باكملها قتل تسعة عشر سنة من الكفاح والاجتهاد عشان يصير طبيب قتل احلام انسان قتل احلام اسرة هو ما قتلش انسان احنا يقولوا مقتل مواطن على يد رجل مسلح مش مواطن هذا مجموعة انسانه مجموعة احلامه مجموعة افكاره مجموعة اهداف وعشرين خمسة وعشر سنة من الكفاح والاجتهاد والتعب والعرق والسهر قيل قهرت قلب ابو وامو عليه اللي اسبوعين ويزير دكتور يفرحوا به راح الولد في شربة ماء بطلقة ما الحديث اللي دار ما حد عارف طبعا في ناس مواقع بتقول لك انه شاتبوا بألفاظ عنصرية انه منتعز او حاجة كده وهذا كلام وين من فين جبتوه انا معا تقديم معلومات صحيحة عن اي جريمة واي شي يحصل في بلد من فين جبتوا المعلومات دي الكاميرا ما فيها صوت ما حدش عارف ايش الحوار اللي دار بينه مصلا قاتل الولد اللي زيدي يقهرك انه القاتل فرد امن يعني فرد امن للأسف في بعض رجال الامن مش فاهمش معنى الرجل امن يعني الرجل امن انت حاجة تشوفها تشعر بالامن بالامان هذا الرجل امن طبعا هذا في العالم كله الا عندنا ومن بعض افراد الامن افرعني الجيش هنا قواتنا مسلحة جال الداخلية كلها فقروسة ولكن بعض رجال الامن زي هذا القاتل يعني لما تشوفوا جاي لعندك هذا يعني يركبك سبتين عفريت جاي يبتزك يستفزك يتصلبط ما تفهمش اللي حصل اللي يقهرك انه القاتل هذا عبدالله طاح منه الحذاء اثناء الركض وراح لبس الحذاء عادي وراح سوى لفة ورجع ووقف عند البوفية طلب حاجة وجاء مرتين ثلاثة يطل على المغدور به جمعان يطل عليه كده اتحس ان دتا واقف عند جزار شفت الجزار لما يذبح ثبيحة ويخليها شوية تفرفر وتخرج الروح بيتأكد يعني لو كان اطلق عليه الرصاص وقام يجري يشيله ويسعفوا لداخل المستشفى كنا هنقول يمكن حصل خلاف يمكن ساعة شيطان فضربوا عشان يحصل لا هذا قتل معه ببرود وخلاها عشر دقائق ينزف مكان اللي زيدي يقهرك ان الجريمة هذي حصلة داخل المستشفى مدة الفيديو عشر دقائق لم يتم اسعاف جمعان يعني ما فيش حد في المستشفى وفي ناس كثير في المستشفى يجوا يطلوا عليه ويمشوا سيارات تعدي من جنبه في حوش المستشفى ويمشوا حوالي ثلاثة أربع خمسة شخص جو طلوا وكنهم بيستفسروا ايش فيه قال قتلته قتلته يلا وراحوا يكملوا انا ما علومش الناس دي الأمان انا ما علومش الانسان نص الليل يلاقي جريمة قد يخاف قد يقولك ما يعرفش يتصرف فانا لا ألوم الناس أبدا ولكن داخل المستشفى انا متأكد لو كان مباشرة خلال دقيقة تم اخذه للطوارئ وعمليات كان يعني قد تكون فرص حياته في النجاة كبيرة خلوه ينزف هناك والجريمة هذي بحسب المعلومات احنا ما كناش هناك احنا بنعطيكم المعلومات المتداولة الآن واللي تكررت في عدة مصادر الجريمة حصلت على بعد عشر أمتار من غرفة رجال أمن المستشفى عشر أمتار يعني أنا للستوديو حقيقي هذا سبع أمتار من هنا ل هناك سبع متر أنا للستوديو كبير طبعا هناك فيه ديوان وجلسة سبع متر يعني اتخيل انه يعني جنبي جنبي يعني جنب رجال الأمن عشر دقائق ولا في حاجة انسان بيموت بيطلع في الروح عادي يعني كل قطرة دم نزفت منه مليئة بالكفاح والتعب والعناء والجهد يعني والإصرار عشان ينجح وصير دكتور طارت في ثانية تم القاء القبض على القاتل طبعا بعد نصف ساعة طب الجريمة معنا جثث الطالب معاك والقاتل معاك وفيديو الجريمة واضح اطلق رصاص مباشر يتبقى على رجال التحقيقات يعرفوا ايش الحوار اللي دار وسبب ارتكاب الجريمة وانا اعتقد وزارة الداخلية هم اخبر مني وعارفين انه تسعين في المية من الجرامي اللي في اليمن مالاش دوافع مارتا حنقت مارضوش يزوجوها له ضاربوا اخوه على البناء مفيش دوافع حقيقية وغموض يحتاج تكشف المسائل النقطة الثانية انه وسائل الاخبار كلها بتقول انه هذا رجل انبلطجي وانه كان دائما يعني يهدد الافراد في المستشفى وبعض الاطباء او الطلاب وياخد منهم بطايقهم وهوياتها ومش معاك هنا ومن فين انت طبعا العملية هذي كلها مفيش مشكلة اذا كان فرد امن هسل انت من فين او مش من فين وبطاقتك مش مشكلة عادي نقبلها كفرد امن لكن اذا كان سلوكه يعني مش طبيعي او حاد اكثر من المعتاد انتوا ساكتين ليش ساكتين طاقة من المستشفى والاطباء اللي فيها والطلاب يعني الاطباء الطلاب ساكتين ليش ما تعملوا عريضة جماعية وترفعوها لمديرية الامن هيشيلوه مش هيخلوه وهذا كلام انا واثق منه الكارثة الثالثة لما يكون رجل امن قاتل هي هذه اللي تكهرك ولكن هذا يستدعي تحقيق موسع كيف رجل امن يكتو المواطن طالب داخل كلية او داخل مستشفى تعليمي تبع جامعة يعني كل معالم القدسية اجتمعت هنا مستشفى تعليمي تبع جامعة طالب طبيب طالقه وطايا الراسة طبعا الطالقه جاتله في الصدر ونزف لما مات واللغز ايش الحوار اللي دار وما كانش في بداية مشادة او سحبلة او دهفة لا كانوا قاعدين فجأة قاعدين فجأة الاثنين قاموا يجروا وقتلوا ايش اللي حصل بينهم ومش اللي دار في الحوار طبعا انا بكل تأكيد ما ودي اثير الهلع يعني لانه هذه في النهاية حادثة فردية واحنا عارفين ايش بيفعلوا رجال الامن عشان يحمل مواطنين في كل مكان ولا نشكك ابدا في وزارة الداخلية وفي التحقيقات وفي البحث الجنائي اللي استلم هذا الملف تم القاء القفض عليه بعض نصف ساعة ونتمنى ان نشوف محاكمة عادلة لهذه الجريمة نتمنى نشوف محاكمة عادلة نتمنى طبعا لا نستعجر رجال الدولة والتحقيقات انهم يكشفوا ايش اللي دار بينهم وما هو السبب القتل اذا كان السبب كده بس تصنيفة ضبح هما قالوا طلب منه ادوية ممنوعة وما رضيش يصرفها وهذا الشيء ما احد يعرفه لانه كانوا على جنب واحدهم في الظلمة في حوش المستشفى والكاميرا بعيدة في الشارع الثاني او في الجهة الثانية وما فيها صوت اصلا في الدولة تعرف ايش اذا الجريمة جريمة تقتل كده فهذا اعتقد انه يجب ان يوجه الى المحاكمة في اسرع وقت ممكن تعزينا لأهالي جمعان لزملاء و للطلاب اصدقائه لكل الناس اللي يعرفوا الله يلهمكم الصبر والسلوان ان شاء الله ويجزاكم على ما استبرتم واحتسبتم الجنة اما جمعان فان شاء الله شهيد في دار الخل واكيد اللي عند الله اجمل من اللي في الدنيا واللي في اليمن اكيد اللي عند الله اجمل فاستبروا واحتسبوا واثقوا في الرجال الداخلية وتابعوا وراء هذه القضية وان شاء الله تنتهي على خير اصدقاء المتابعين في اختام الحلقة لا تشتركوا في القناة تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مما يحدث في اليمن اعدعمونا باعجاب عشان يرتفع ريت الفيديو اذا اعجبكم الفيديو طبعا شاركونا اراءكم في التعليقات وحتى اراءكم في حلقة اخرى هذه لكم مني تحية انا ايمان القاسم دمتم بحفظ الله ورعاية